واسمح لي أن أتوجه بنفس المفهوم ونفس المصطلح عبر الهاتف مع الدكتور سعيد اللازغبي أستاذ العلوم السياسية دكتور سعيد برحب بحضرتك في هذا اليوم الخاص والغالي على قلوب المصريين والعرب أهلاً بحضرتك وأهلاً بالمشاهدين الكرام وبضيح حضرتك الكريم يا فن دكتور سعيد الأمان فكرة الأمان أو الخروج الآمن والعبور الآمن من كافة التحديات التي تفرض على العالم العربي وبالطبع مصر في القلب منه ماذا تقول في هذا اليوم السادس من أكتوبر عام 73 والتاريخ يعيد نفسه بتحديات تختلف وفق العصر أهلاً بحضرتك مرة تانية وكل عام وكل المصريين بخير يا رب وستة أكتوبر هذا النصر العظيم الذي لو لا هذا النصر يعني ما كناش هنبقى مصر الجمهورية الجديدة هذا العبور سواء العبور الاقتصادي العبور السياسي العبور الاجتماعي الثقافي لو لا هذا العبور ولولا يعني جيشنا والجيش المصري الذي دافع على كل شبر من أرض مصر ما كناش هنبقى في هذا التقدم والتطور والتنمية اللي احنا عايشين فيها أنا هستغل حضرتك كده وحابدأ الكلمة من كلمة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي زي ما حضرتك بتقولي العبور والأمن والاستقرار ودايما سيد الرئيس بيفكرنا بكلمة ألا وهي في أي محصل دولي الاستقرار الداخلي لمصر من خلال أمن واستقرار دول إجوار لو ما كانش فيه استقرار وأمن في دول الجوار مش هيبقى فيه استقرار وأمن فيه مصر ولذلك القيادة السياسية حريصة تماما منذ عام 2015 حتى الآن أن يكون لاعب قوي ولاعب أساسي أن يكون في دول الجوار كثير من الاستقرار والأمن وحضرتك شيئين كثير من المؤتمرات والمحافل الدولية سواء كانت بالنسبة للأزمة السودانية بالنسبة للأزمة الليبية أزمة قطاع غزة حضرتك بتسعى الدولة المصرية كثير من المفاعي لخلق أمن واستقرار في هذا القطاع المنطقة نعم 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 العبور وستة أكتوبر 73 اللي يعني جعلنا أمام المجتمع الدولي دولة فعالة ودولة ذاتة ثقل أنا أعتقد ما كانش حياتي هذا التطور الاقتصادي وهذه التنمية اللي احنا بنعيشها التنمية اللي بيعيش فيها كل مواطن حضرتك كده لو رجعنا لرؤية مصر 2030 رؤية مصر 2030 بتقول أني يعني بتسعى الدولة توفير حياة كريمة للمواطن المصري لو لا ستة أكتوبر ولولا هذا الانتصار العظيم مكانش حياتي مش هنكون نحن نلاقي فيه تنمية مش هنكون نلاقي فيه بنى تحتية حضرتك الدولة المصرية منذ عام 2015 بقصة رئيس عبدالفتاح السيسي يعني احنا بنعبر فعلا عبرنا كثير من الأزمات الاقتصادية احنا عندنا صدمات اقتصادية كثيرة جدا خارجية أثرت على الاقتصاد بتاعنا حضرتك رجع كده لـ 2020 وقت كورونا احنا كنا اكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم وصل لـ 86 من 10% ده بفضل المشاريع الاستثمارية بفضل التنمية بفضل كثير من البنى التحتية اللي خضتها مصر وارجع وقول لحضرتك لو لا 6 أكتوبر 73 وتصحية أبناء مصر على كل شبر من أرض مصر ما كناتش هنوصل ليه اللي احنا وصلنا له دلوقتي من تنمية اقتصادية من مشاريع اقتصادية من انخفاض في معدل البطالة احنا قبل 2011 كان معدل البطالة بتاعنا وصل لـ 13% حاليا بتقرير من مجلس دعم واتخذ القرار احنا 6 و 8 من 10 المشاريع الاستثمارية والمناطق اللوجستية حضرتك لو تفتقي سيناء وتعمير سيناء وكثير من المصانع وكثير من القرى السياحية وزيادة السياحة الساحل الشمالي احنا كان لسه عندنا بالأمس القريب رئيس دولة الامارات محمد بن زايد وكنا بنحتفل به الاستثمارات الرهيبة في رسل الحكمة نعم هي فكرة التكامل التي تطال كافة ربوع الجمهورية الجديدة بالطبع بشكرك جزيل شكرا الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية